احتفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالفائز الأول بجائزة الشارقة لرواد الأعمال دوي الإعاقة 2020-2021 المهندس محمد المطوع صاحب مشروع باريستا فيبس خلال حفل أقيم اليوم في مقر الغرفة حيث تم تكريم الفائز بجائزة مادية قيمتها 50 ألف درهم تقديرا لنجاحه في إدارة مشروعه بالتميز وإبداع وابتكار وتعد هذه الفئة إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز التي أطلقتها الغرفة حديثا بهدف دعم وتطوير قطاع رياضة الأعمال في إمارة الشارقة وإلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما خاصا انطلاقا من دورها باعتبارها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الإمارة والتزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وشهد الحفل سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز وحضره أعضاء مجلس أمناء الجائزة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العواضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة عبدالله دعيفس رئيس لجنة تنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي التحكيم وعدد من المسؤولين ترجمة نانسي قنقر